بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا عن مقرر تنظيم حاسبات واحد ومازلنا في الباب الأول Chapter 1 Register Transfer and Micro Operations نتحدث في هذا الدرس عن Register Transfer Language لغة نقل السجل أو RTL RTL is the symbolic notation used to describe the micro operation transfers among registers هذا تعريف لهذه اللغة يقول أن RTL هي تدوين رمزي symbolic notation يستخدم لوصف used to describe the micro operation transfers نقل العمليات الدقيقة بين السجلات هناك عدد من الرموز تستخدم في هذه اللغة نستعرضها في الجدول أدنى الجدول يوضح الرمز simple ووصف لاستخدام الرمز ومثال لكيفية استخدام هذا الرمز أولاً نستخدم في هذه اللغة الحروف والأرقام letters and numerals لماذا؟ لوصف أو للإشارة إلى سجل ونقول كمثال MAR وتعني memory location specified by address register أو نقول R2 سجل رقم 2 نستخدم أيضاً الأقواس parenthesis للإشارة إلى جزء من سجل to denote the part of register فإذا كان في السجل عدد من الأرقام الثنائية مثلاً 16 رقم ونحن نريد أن ننقل أو نتعامل مع الأرقام الثنائية الأولى في هذا السجل أي من صفر إلى سبعة فنكتب المثال كما هو واضح R3 cos من صفر إلى سبعة cos هذا يعني التعامل مع البيانات في السجل ثلاثة المخصصة من صفر إلى سبعة أو نكتب R1 cos L نكفل القوس وهذه ال L هي low فنقول الجزء الأقل من السجل وهو الجزء من صفر إلى سبعة في هذا المثال الرمز الثالث هو السهم R ونستخدمه للإشارة إلى نقل البيانات فعندما نجد R1 سهم R3 هذا يعني نقل محتويات السجل الثنين إلى السجل الثلاثة الرمز الرابع هو الفاصلة كما وهذه دائما نستخدمها للفصل بين أكثر من عملية دقيقة بهذا المثال تنقل محتويات السجل واحد إلى السجل أربعة وأيضا تنقل محتويات السجل الثنين إلى السجل ثلاثة ولأننا كتبناهم كعمليتين منفصلتين نفصل بينهما بهذه الكومة الرمز الخامس هو النقطتين على بعض أو الكولون وهذه دائما تصحب استخدام العمليات المشروطة أو ال Control Conditions وكما نرى لا يتم نقل محتويات السجل الثنين إلى السجل ثلاثة إلا إذا تحقق الشرط B هذا الشرط ونرى وجود الكولون هنا للإشارة إلى وجود الشرط بالحديث عن حالات الشرط نشرح هنا Control Condition حالة الشرط Control Condition يعني أن النقل البيانات لا ينفذ بواسطة دوائر الحاسد إلا إذا كان حالة الشرط B تساوي واحد نشرح ذلك في الرسم المرفق وهو يوضح نقل بيانات Transfer of N bits from R1 to R2 when P equals 1 المطلوب نقل البيانات من هذا السجل وهذه البيانات عددها N bits إلى هذا السجل النقل في هذا الاتجاه هل يتم النقل مباشرة؟ لا لا يتم النقل مباشرة وإنما هذا النقل محكوم بحالة هذا الشرط B هذه دائرة منطقية دائرة التحكم Allowed Put تبعها أو خرجها هو P ولا يتم نقل البيانات من R1 إلى R2 إلا إذا كانت P تساوي واحد ماذا يعني أن P تساوي واحد؟ يعني أن واحد هذه وصلت كأمر للتحميل Load ونعرف أن السجلات لا يتم تحميلها إلا إذا وصلت إشارة تحميل هذه البي عندما تساوي واحد تعطي إشارة لهذا السجل R2 لكي يستقبل محتويات السجل الثاني R1 وعندها فقط يتم تنفيذ عملية النقل للبيانات من R1 إلى R2 لاحظنا أن هذا كتبناه قبل غليل في شكل B نقطتين فوق بعض نقل سجلات R1 إلى R2 بتحقق هذا الشرط وهو B equal 1 وإلى الدرس القادم